من الأقوال الرحيمة جداً الحكيمة جداً لسيدنا أبو بكر الصديق يوم قال أربع من كنا فيه كان خيار عباد الله أنت من أخير عباد الله ولو فيك الأربع صفات دول من فرح للتائب واستغفر للمذنب ودعا للمدين وأعانى المحسن على إحسانه أربع صفات تبقى من خيار عباد الله من فرح للتائب الإنسانية والرحمة أن البني آدم ينفعل بقلبه ومشاعره للأحداث اللي في حياة الناس ومن لم يهتم بأمرنا فليس منا اللي مش حاسس بمعاناة الخلق هو مش واحد منهم مش محسوب عليهم وجزء كبير جداً جداً من قرب العبد من الله مرتبط بقلبه إلا على الخلق لدرجة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ربنا يقوله فلعلك باخع باخع يعني قاتل باخع يعني هتتهلك قلبك لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً يعني فلعلك باخع نفسك أسفاً لأنهم لم يؤمنوا ويقوله سيدنا محمد يقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسارات ما تتحصرش عليهم يا محمد وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الأحاديث لما دخل على واحد من اليهود طفل علشان كان بيموت فأبه الطفل ده نده النبي قال له تحضر موت الطفل ده فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه قال له يا بني قل لا إله إلا الله فالولد نظر لأبوه كده فالولد قال له أطع أبو القاسم أيها فقال لا إله إلا الله فخرج النبي يبكي ويقول الحمد لله الذي أنقذه به حمد لله رب العالمين فكأني لما تسمع كلام سيدنا أبو بكر الصديق شفت واحد كان بعيد عن ربنا وتاب الطبيعي للإنسان يفرح لأن كان فيه واحد بعيد ورجع للأمان باب ربنا الأمان وننساله كل تاريخ الوحاشة وكل تاريخ المعاصي لأن أنا وإنت معرضين بل أنا وإنت ممكن يكون مخفي عن الناس الوحاشة اللي هو مشهور بيها والذنب اللي هو مشهور بيه الفرحة للتائب وأقول لك بقى على سر ولا مش سر ولا حاجة مش ربنا بيفرح بالتائب فأنت لما بتفرح للتائب أنت بتبقى على مراد الله لأن الله يفرح بعودة التائب فإذا فرحت كنت على مراد الله كنت عبدا رباني حاجة تانية من فرح للتائب وقال واستغفر للمذنب بدل ما بص على المذنب كده والدعي الفضيلة أقول إزاي بيعمله كده إزاي ربنا بموسع عليه ويعمل كده وكأني مستغرب بسبب الفضيلة اللي جوايا فابقى عنديش مئزاز من المذنب لا يا سيد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أيوة ماهدى حضرتك ده دعاء سيدنا نوح اللي كان بيستغفر لخلق الله الأنبياء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم ما يقوموا الحساب ماهدى سيدنا إبراهيم دعوته في صورة سيدنا إبراهيم فالطبيعي إن الإنسان يكون من ضمن استغفاراته يستغفر لنفسه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لحبيبه المقربين مش عشان إحنا شايفين الناس بتعصي وده حكمنا على الخلق بأن كل ابن آدم خطاء فكلنا محتاجين كلنا نستغفر لبعض يبقى أربع من كنا فيه كان خيار عباد الله من فرحة للتائب واستغفر للمذنب ودعها للمدين جزء من دعواتك إن ربنا يسد دين اللي علي دين لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار هم يخلي الواحد ما يعرفش ينام وذل لما الديانة تبقى بتجري وراف كل حت تخبط عليه في كل حت فتدعي إن ربنا يسد ديونك وديون غيرك وعلى فكرة لما تدعي إن ربنا يسد ديونك وديون غيرك ربنا هيوفقك إنك أنت تسد ديون غيرك هيوسع عليك ويجعلك سببا في رفع وكشف القرب عن الناس وكل ما تكشف قرب عن الناس من فرج عن أخيه قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة تبدأ بالدعاء إن ربنا يسد ديونك كل مدين قال وأعانى المحسن على إحسانه الله على الأخير أفكرك الأول من فرحة للتائب استغفر للمذنب دعا للمدين الرابعة أنت راجل طيب أعانى المحسن على إحسانه أنا أبقى مجرم لو استبحت واستغلت طبطك دي ودست عليك تعرف أنت هتروح بعد الطيبة واللطافة والكرم ده يبقى عندك تردد وشك في أن الأخلاق بتعيش الإنسان سعيد في تعبير كده قاسي جدا يقولك الكفران بالأخلاق يعني إيه الكفران كفر عكس الإيمان الإيمان بالشيء يعني تصديقه أنا مؤمن أن الصدق نجالة أن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام فلما صدقتك القول قلت لي شكرا أنك أنت كنت صادق معايا واحد تاني لما أنا صدقته القول ندمني أن أنا كنت صادق الطيبة بتخلي الإنسان باله مستريح ورحيم وإنما يرحم الله من عبادي الرحمة أنت كنت طيب أنا استغليتك وخليتك تربط ما بين الطيبة والإهانة كلما تبقى طيب معايا أهينك فأنت رجعت بيتك قلت إيه ده أنا آني الأوان أن أنا أي حد يدين يفرمه عارف بيبدأ الكلام بقى يطلع برة الطيبة أنا لم أعينك على إحسانك بل أقول لك لما أنت تعاملت معايا أنا سلبت منك كلمة طيبة والنظرة الرحيمة والجدعانة في الفلوس والجدعانة والسند لما احتاج لك سبب أن أنا كنت ناكل للجميل عكس بقى صاحبنا اللي عنده تقدير اللي لما يشوف منك موقف طيب يحسسك أن أنت الجنة في الدنيا شوف منك جدعانة يعد يشكر فيك لغاية ما يشبعك شكرانية وتقدير لفعلك وكما قال سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية أي تحية أي إكرام أي جدعانة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وأقل حاجة أو أردوها حتى تشجع الشخص اللي حياك سواء تحية سلام عليكم صباح الخير أي أن كان أو حياك بأي عطاء فبيقولك بقى سيدنا أبو بكر الصديق إيه أربع من كنا فيه كان خيار عباد الله من فرح للتائب استغفر المذنب دعا للمدين وأعانى المحسن على إحسانه